ماذا عن النادي الاهلي؟ النادي الاهلي عنده تلات حكايات صعبين جداً تلات حكايات صعبين جداً ومحتاج ياخد فيهم قرارات سريعة وحاسمة وحازمة نبدأ بمين؟ نبدأ بالسهل حمدي فتحي حمدي فتحي الاهلي الآن في هذه اللحظة أصبح متفاهم وعنده كبول شوف أنا بقتل الأرفاظ مش موافق كبول مبدأي لفكرة رحيله إلى نادي الوكرة القطري خلاص؟ فحمدي فتحي حتى الأمور المالية اللي بنتكلم دلوقتي في 3 مليون دلار وممكن تزيد شوية 3 مليون وربع أو 3 مليون ونص الأهلي موافق على الرقم ده بس الأهلي زي ما تقول كده إيه؟ بيحاول يزود على قد ما يقدر بس اللي استناع عن حمدي فتحي أصبحت فكرة مقبولة في النادي الأهلي ده حمدي فتحي بالمناسبة بجانب الثلاثة ونص الأهلي بيحاول يوصل للرقم ده يعني هيبقى فيه 25% في عقد حمدي فتحي مع الوكرة القطري الأهلي يستفيد من 25% من إعادة بيعه 25% من إعادة بيعه ده في إضافة الطعق تشكيل الأهلي مرحب شايف أنه العقد هيبقى مناسب فحمدي فتحي غالبا هيبقى أول الأوراق التي تطرحن عن النادي الأهلي تمام؟ والأهلي بيجاهز لبديله عشان تبقى فاهم يعني برضه عشان ما تتخضش حمدي لعب كبير وقمته كبيرة في النادي الأهلي بس الأهلي بيجاهز لبديله طيب الحكاية التانية مين؟ الحكاية التانية حسين الشحات اسمها بقى حسين الشحات دي عشان برضه ربما تفاصيل تسمعها لأول مرة ربما تفاصيل أنا عارف الحكاية دي مقررة بتسمعها في كل حد تتسمعها في كل المواقع والبرامج طول الوقت يعني اللعبة المهمة دي تحديدا الحديث عنهم طول الوقت الشغال يعني بس أنا أحب أقول التفاصيل الدقيقة جدا حسين الشحات قبل الفاينال بتاع دورة أبطال أفريقيا كان فيه كلام أنه أو فيه تقارب في وجهات النظر وأنا قلت الكلام ده قبل كده في حلقة بين الأهل وحسين الشحات الحكاية كانت فين الحكاية أنه حسين الشحات بس كان عايز يشيل البند بتاع المشاركات يعني تاخد فلوسك على حسب مشاركاتك ألا أنا أخد العقد السنوي بتاعي أشارك مشاركش أنا أخد العقد السنوي بتاعي الأهل كان مزمزق شوية بس كان فيه برضو إيه كبول في هذا الأمر حسين بعد البطولة الأفريقية المطالب زادت شوية وهقولك زادت ليه عشان ما بحبش أجي على اللاعبين في مسألة التفاوض دي الأسهل الناجي زميلو كده إيه في صف النادي واجه على اللاعب لا دي مفاوضات واللي اتنين بيكسبوا فيها حسين لاعب له كيمة كبيرة وده النادي الأهلي فكله كسبان حسين طلب ياخد في الموسم 15 مليون جنيه كأكبر عقد للاعب مصري داخل الأهلي مش لعب محترف للاعب مصري داخل النادي الأهلي 15 مليون جنيه مع إزالة البند بتاع المشاركات هنا الأهلي تحفظ قالك لا لو هزود 15 أو هوصل ل 15 مليون جنيه فهيبقى بند المشاركات موجود إن انت تاخد فلوسك على حسن المشاركات اللي هتشاركها مع الفريدة طيب أو الاهلي عرض ده إنك تاخد 11 أو 12 مليون جنيه في الموسم ونرفع بند نسبة المشاركة وتبقى الأمور سهلة بكرة في جلسة لحسم هذا الأمر وتقديم النادي الأهلي عرضه الأخير لحسين الشحات حلو؟ طيب ليه حسين الشحات بيعمل كده؟ أو ليه حسين الشحات بيحاول يرفع من عرضه حقه جدا؟ حقه يعني حقه أي لعب إنه هو يشوف كمته زي إيه ويختار براحتك أنا بقول حقه دي اللي هو إيه مش يوا صحة والغلط حقه إنه أنا على ترابيس المفضل أقول لأنا عايزه مليون جنيه براحتك والنادي من حقه يرفض أو يوافق حسين الشحات عنده عرض من نادي الشباب السعودي من نادي الشباب السعودي مقابل مليون وستمائة ألف دولار يعني تقريباً بالمصري خمسين مليون جنيه يعني هنا الأهلي عيدفع خمستاشر وحسين عنده خمسين مليون جنيه في الشباب السعودي يعني معاي بقى امتيازات أخرى زي الإقامة والسفر ورحلات الخارجية وتفاصيل كثيرة هو السلطة ديف على ده إنه عنده عرض آخر بس شافة هي يعني من نادي التعاون في السعودي برضو حسين بحسن معلوماتي يميل للبقاء مع النادي الأهلي بس في نفس الوقت شايف إن الفروق المالية كبيرة جداً كبيرة جداً الأهلي يقنع حسين الشحات إنه بيسطر تاريخي الآن مع النادي الأهلي إنه الفترة اللي فاتت الأهلي كان يتحمل بعض الهبوط في المستوى الحسين الشحات وتحسن كسينة حسينة وأصبح واحد من أهم الجمل فريق الموسم ده فزيما الأهلي كان تحمل المواسم المضايا فحسين يتحمل أو يضحي بالمقابل اللي هناك في مفاوضات شغالة بس فيه في السعودية عرض مغري جد عرض مغري جداً هيحصل إيه؟ نشوف بكرة غالباً هتبقى الأمور واضحة ليه بكرة؟ هتقول لي ما لسه الأمور بدري لا لأن ده في السعودية بتقفل أوراقها دلوقتي بتقفل القوائم بتاعتها خلاص فلو الأهلي هيستنى مش مشكلة لنهاية الموسم هو مش هيستنى هناك هو الموسم بتاعه خلصه بيجيب صفقاته للموسم الجديد والمعسكر بتاعه وخلافه وبالتالي مش هيستيب حسين الشحات يستنى والأهلي في نفس الوقت آه برضه عايز يحسم الأمر ده عشان لو حسين مثلاً مشي من الفريق فيلحق النادي الأهلي يعوضوا بلاعب آخر ده حسين الشحات من بعد حمد فتح